في الفيديو ده حنتكلم عن الفلي من هو الفلي؟ الفلي هو البرغوتة يبقى من هو الفلي؟ البرغوتة طيب البرغوتة دي بتهمني؟ او تعال نشوف بقى ايه البرغوتة دي بتعمل ايه؟ اولا البرغوتة دي الميل والفيميل بتوعها بيقرصوا يبقى الميل بيأكل دم والفيميل بتاكل دم مش الفيميل بس هي اللي شرير طيب البرغوتة دي بتعمل ايه؟ البرغوتا دي بتيجي بالليل تقرسني وبعد كده تمشي يعني البرغوتا مش بتفضل قاعدة على جسمي ما هياش زي الامل مثلا يبقى البرغوتا دي بتقرس وتمشي تقرس وتمشي فده بسميها temporary. واتتفقنا لأنه البرازايت اللي بيبقى قاعدة على جسمي بسميه اكتو برازايت يبقى البرغوتا هعتبرها temporary اكتو برازايت. طيب تاني حاجة البرغوطة دي بتقرس البنيادة هي بتحب دم البنيادة تمام Davidson كل برجوطة بتحب دم الكائن معين فعندي برجوطة بتحب الفار وفي برجوطة بتاعة القطة في البرغوطة بتاعة الكلب البراغيت دي كل واحد بيبقى متخصص في الهوست بتاعه كل واحد بيبقى بس هي لو جعrasة وما لو موجيش قدامها كلب ولا قطة ولا فار هتيجي تقرس البنيادة معادي تمام هيبقى بتبقى بس ممكن برضو ان هي ايه بتقزيني طيب بعدها بقى ما البرغوتة دي بتمص الدم الفيميل بتحط البيت بتاعها البيت بتاعها بتحب بتحطه فين على السجاجيد وتحت السجادة طيب البيت بتاعها ده بينزل تحت السجادة ويفضل قاعد شوية وبعد كده يفقس فيطلع حاجة اسمها لارفا فاللارفا بعد شوية تتحور وتدي حاجة اسمها بيوبا البيوبا بتاعة الفلي ساعات بتبقى ملزقة بحاجة كده زي الحرير حواليها فبيسموها كوكون الاسم ده مكتوب عندك في الكتاب بس مش مهم خالص وما تعرفوش عادي طيب وبعد كده البيوبايا دي او الشرنقة دي هيتكون جواها البرغوتة وبعد كده البرغوتة ايه هتطلع تبقى أدلت برغوتة ودي قصة حياة نفس القصة اللي احنا بنقولها ان انا عندي الحكاية اللي اسمها اج والارفا وبيوبا وبيوبا مختلفة عن الأدلت بنسميها كومبليت ميتا مرفوز سيبه هو بيعمل برضو كومبليت ميتا مرفوز طيب يبادي قصة حياة مين؟ البرغوتة بتاك بتمص دمي ميل وفي ميل بيمص دمي ممكن تمص دم الكائنات الأخرى نعرف ايه تاني عنها نعرف ان البرغوتة بتزيد في فصل الخريف وفصل الربيع بتحب ايه السيزونز اللي الجاو فيها حلو دي ونعرف ان البرغوتة دي بتعيش لمدة سنة life span بتاعها سنة وبعد كده بتموت يبدأ تعريف عام عن مين؟ عن البرغوتة ما هي أهمية البرغوتة؟ أهمية البرغوتة أربع كلمات أربع كلمات هتحفظهم أول حاجة بتنقل أخطر حاجة في الدنيا اسمها البليج الطاعون يبقى بتنقل مرض الطاعون تاني حاجة بتنقل rickettsial disease rickettsial disease نوع من البكتيريا بتعيش جوه السيلز بتعمل ديزيز اسمه endemic typhus endemic أو ميورين typhus يبقى رقم واحد البليج رقم اثنين endemic typhus رقم ثلاثة هي بتعتبر intermediate host لبعض البرازايتس وتحديد لبعض السستودز أو الديدان الشريطية وآخر حاجة بتعملها فيه نوع معين من البرغوتة بيعمل ديزيز اسمه trigger disease أو trigger disease يبقى أنا عندي أربع كلمات هحفظهم وصمهم plague endemic typhus إن هي intermediate host البعض الهلمانثز إن هي بتعمل حاجة اسمها trigger disease ناخدهم بقى واحد واحد كده علشان لازم نعرف تفاصيلهم أول حاجة البليج أو مرض الطاعون بيتنقل إزاي؟ دي برغوتة ما فيش في حاجة في دمها خلص البرغوتة دي نظيفة ومش infected أرصة بني آدم عنده طاعون خدت من دمه البكتيريا بتاعت مرض الطاعون اللي اسمها يرسينيا باستس أخدت منه يرسينيا باستس بس اللاي نوع البكتيريا دي بس اللاي مش أنتوا خدتوا في المايكرو البكتيريا عندي نوعين بس اللاي يعني شرط وكوكاي يعني دواير فنوع اللي يرسينيا باستس دي شرط طيب خدت البكتيريا اللي اسمها يرسينيا باستس وبعد كده دخلت جوه الستومك بتاعت البرغوتة وبتدت تتكاصر 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 بعد ما تكاصرت جوه الستومك بتاعت البرغوتة البرغوتة بقت إيه؟ بقت بلوكت أو الستومك بتاعتها بقت مقفولة فهي حاسة أن هي عايزة ترجع وفي نفس الوقت هي جعانة ليه؟ ما هو الأكل ما وصلش وما بقتش بتتغزة يبقى البرغوتة دي بقت عيانة طيب فهتعمل إيه بقى؟ هتروح عايزة تاكل ما هي جعانة دلوقتي مع إن المعدة بتاعتها مقفولة بالبكتيريا الكتير فهتروح على بني آدم تمص دمه أول ما تبتدي تاكل 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 ومعدتها مقفولة هتروح مرجعها تروح مرجعها في القطع اللي هي عملته في جلد العين ده الإيه؟ البكتيريا خلاص فتروح مرجعها البسيلايدي أت سايت أو بايت ده اللي بنسميه anterior station مش إحنا خدنا في الأناتومي anterior يعني قدام طيب anterior station يعني إيه؟ يعني من البقى يعني بتاع دي من البقى خلاص فهي لما راحت أرصت بني آدم حطت جواه البسيلايدي طيب البرغوتة دي استيل لسا جعانة وستيل البكتيريا عملت تتكاثر جوه الستومك بتاعتها والستومك بتاعتها مقفولة فالبرغوتة العيانة دي يا حبيبتي خلاص إيه؟ جعانة ومش عارفة تاكل فهتعمل إيه؟ هتبقى زي المجنونة حتتنقل ما بين الناس تفضل تنقل المرض هتروح تقرص ده متحاول تاكل متاكلش وتروح مراجعها في دمه البكتيريا تقرص الجنبه متاكلش وتروح مراجعها في دمه البكتيريا تقرص الجنبه وتروح مراجعها البكتيريا خلاص يبقى ده برضو البل� ديفلي ده أحد الفاكتورز اللي بتساعد على انتشار المرض يبقى البليك بيتنقل ازاي؟ انتفقنا ان البكتيريا دي بتتكاثر جوه الستومج بتاعة البرغوتا وبعد كده ان البرغوتا لما بتروح تقرص بني آدم سليم في محاولة منها ان هي تاكل ما بتعرفش تاكل فتروح مرجعها في الجرح ايه البكتيريا دي جوه دمه وبعد كده لما ما بتعرفش تاكل بتبتدي تتنقل ما بين الناس تنقل المرض في محاولة منها ان هي تعرف تاكل ده اللي بنسميه anterior station يعني من قدام او من البق عن طريق الارصة ده نقل مرض الطاعون او البليج طيب مرض الانديميك تايفس او الميورين تايفس التايفس ده بتنقله بكتيريا نوع من البكتيريا اسمها ريكتسيا دي مجموعة خاصة من البكتيريا ريكتسيا ديز دي احدهم بكتيريا اسمها ريكتسيا تايفي او ريكتسيا ماصري بتعمل الانديميك او الميورين تايفس كلمة ميورين جاية من فران خلاص جاية من 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 الفران ليه بتنقلها برغوت الفران وهي اصلا بتاعة الفران بس ممكن تجيبها لي وممكن تعديني بيها الطايفس ده مرضه عبارة عن ايه شوية رياش وفيفر طيب ده بقى بيتنقل بطريقة مختلفة عن البليج البرغوتا دي لما قرصت بني آدم جوه دمه فيه الريكتسيا بتاعة الانديميك طايفس اخدت من دمه ايه الريكتسيا موسيولي او ريكتسيا طايفي اللي بتعمل انديميك طايفس طيب فالبكتيريا دلوقتي او الريكتسيا دي بقت موجودة جوه الجات الميت جات او الايه الامعاء بتاعة البرغوتا ميت جات يعني الحتة الوسطانية هو امعاء البرغوتا بنقسمها الحتة قدامانية فور جات حتة وسطانية ميت جات حتة اخرانية هاين دي جات فالحتة الوسطانية الميت جات راحت بقى الريكتسيا دي جوه الميت جات دي وراحت دخلت جوه الابيثيليال سيلز خلاص جوه الميكوزة بتاعة الابيثيليال سيلز بتاعة الميت جات بتاعة الفيل قعدت جوه وابتدت تتكاثر 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 لحد ما عددهم بقى كتير جوه السل فالسل فرقعت ورحت مطلعة ايه مطلعة الريكتسيا دي جوه اليومن بتاع الأمعاء بتاعة البرغوتة فالأمعاء بتاعة البرغوتة دلوقتي بقى فيها الريكتسيا فالريكتسيا بتبقى نزلة فين في الستول بتاع البرغوتة بتبقى نزلة مع الستول بتاع البرغوتة طيب يبقى أنا دلوقتي موجودة فين موجودة في الستول حنزل فين حنزل من وراء يبقى هسميها posterior station posterior station طيب هتعيدي انا ازاي بقى بالحاجات اللي نزلة في الستول دي عن طريق 3 طرق 3 طرق انا لازم دلوقتي دخلها في الدم اول حاجة البرغوتة جات قراصتني وبعد ما قراصتني رح اتعملت ستول على جلدي وبعد ما قراصتني فانا حاسة بهرش رحت هرشت فدخلت الستول جوة الجرح اللي هي عملته في الاسكين يبقى اول حاجة contamination of skin باي ايه باي فيسس بتاعة الفلي بس لازم الاسكين ده ما يبقاش سليم خلاص يبقى حصل سكراتشنج وانا دخلت الارجانزم جوة جلدي جوة ايه جوة القطع اللي هي عملته فيه تاني حاجة اهي تاني حاجة البرغوتة دي جات قاعدة تموس دمي فانا رحت موتها على جلدي جبت مضرب الدبان وضربت البرغوتة دي على جلدي عملت كراشنج للفلي فعملت كراشنج للفلي فانا عورت نفسي وفي نفس الوقت خلاص انا فرقعت البرغوتة وكل الدم وكل السطول اللي جواها طلع فبقى كنتاميناتنج ايه كنتاميناتنج جلدي فهتدخل منه تالت طريقة انه ممكن البرغوتة دي تعمل السطول بتاعها عادي في اي حتة في الشقوق في حتة على جنب كده طيب وبتفضل بقى السطول ده عايشة فيه الريكتسي المدة 40 يوم ففي خلال الاربعين يوم دول والريكتسي عايشة لو انا جيت استنشقت هوا خلاص اتخذت بقى الريكتسي دي مع الهوى وانا جيت شمتهم كده وانا بتنفس عن طريق الانهاليشن يبقى ممكن ساعتها ايه تجيلي المرض تمام يبقى الاندميك او المورين تايفاس بتعملوا نوع من الريكتسي اسمها الريكتسي يطايفي الريكتسي يطايفي دي بتتكاثر فين جوه السيلز بتاعة الابيثيليم اللي ليننج الجط وبعد ما تتكاثر تفرقع السيلز دي فتطلع الريكتسي جوه الامعاء وتنزل مع الستول ده بسميه posterior station بتجيلي العدوى عن طريق ثلاث حاجات ياما وهي بتقرسني انا اهرش فدخل الستول ده جوه الجلد ياما وهي بتقرسني انا اتضايق منها فاروح ضرباها بمضرب الدبان فاعمل crushing ليها فكل الحاجات اللي جوه جسمها تطلع اساسا وتفرقع وتبقى contaminated جلدي فتدخل جوه جلدي ياما ان هي بتفضل عايشها هي بتفضل عايشها 40 يوم بره جسم البرغوتة وآلايف يعني وانا لو شمتها استنشقتها في خلال 40 يوم دول ممكن ايه يجيلي الانفكشن يبادى طريقة نقل الانداميك او الميورين طايفس اخر حاجة الحاجة اللي اسمها تشيجرز ديزيز او تشيجرز ديزيز الديزيز ده مهمة اوي مهمة اوي 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 ليه علشان ما عندكش في الارتروبوت اللي انت هتاخدها دي كلها حاجة كلينيكالي شوية اللي دي فلو حبي يجيب لك كيس مش هيجيب اللي دي طيب ايه دي بقى دي نوع من البرغوتة ليها اسم معين اسمها تانجا بينترينز يبقى الفلي ده اسم العيلة عمتا ده اسم عام البرغوتة احنا عندنا اسامي كتير للبرغيت في برغوتة معينة منهم اسمها تانجا بينترينز تانجا بينترينز التانجا بينترينز دي بتبقى عايشها فين بتبقى عايشها في الاماكن يعني الاماكن الحرة اللي على خط الاستواء اللي موجودة في امريكا الجنوبية موجودة في افريقيا واهم حتة فين في الشرق الاقصى في الفار ايست والهند والاماكن دي طيب في الاماكن دي بقى في الهند بيمشوا حفين الناس ساعات في القرى الفقيرة بتمشي حفية فإيه اللي بيحصل الميل والفي ميل ضنجة بيني ترانزي بيتجوزوا الفيميل بعد ما بتحمل بتبقى محتاجة ان هي ايه تمص دم بس مش كمية قليلة كمية كتيرة بتبقى محتاجة ان هي تدخل تعيش جوة تشو فتنقل بني ادم اللي عمالي تمشى حافدة وتروح خرمة جلده ما بين صوابع الرجلين او في السول بتاع الفوت خلاص يبقى لازم ايه في الحتة اللي هي متعرضة لها هي قاعدة على الطينة ومستنية البني ادم معدي بني ادم معدي راح تخرمة رجليه ودخلة طيب الفيميل دي بقى تبتدي تاكل دم والاجزي كمان عمالة تكتر جوة جوة اليوتروس بتاعها او جوة بطنها فبتكبر وتتنفخ وتبقى بدل برغوطة رفيعة بقت برغوطة تخينة والبرغوطة تخينة دي عملة سويلينج حواليها طيب وعملة سويلينج بقى تحت الجلد وفي نفس الوقت بتفتح فيه فتحة تفتح فتحة ليه علشان تنزل عيالها البيض عايزة تبيض الاجزة بتاعتها علشان ايه يكملوا لايف سايكل فبتروح فتحة فتحة في الجلد ومنزلة عيالها عيالها محتاجين انه هما يكملوا الديبلوبمنت بتاعهم فين في السويل فتروح منزلهم في الطينة يبقى دراجل بيتمشى في الطينة غالبا في منطقة ريف او منطقة فيها زرعة او فيها طينة وبيمشوا فيها حافين دخلت البرغوطة جوة الرجلين بتاعته فضلت قعدة لحد ما اتكونت جواها الاجز بعد كده بتدي الترمي الاجز دي فين في الطينة تاني طيب العيال ده بقى هيجي يشتكي بايه سويلنج سويلنج يعني انتفاخ شايفين الصباح الاحمر ده فيه سويلنج اصفر فيه سويلنج اصفر السويلنج ده محوط ايه محوط البرغوطة وفيه فتحة في النص لو تاخد بالك ده الالصر اللي هي عاملة يبقى نوضلر سويلنج نوديول يعني حاجة منفوخة وسويلنج يعني حاجة برضو منفوخة خلاص وبينفل طبعا بينفل جدا العيان بيشتكي من وجع وعمل ألصر علشان تعرف تخرج عياله يبقى بينفل نوضلر سويلنج ومعاه ألصر طيب العيان ده اعالجه بايه شغل فنادق بقى واحد عنده مشكلة في رجليه هتبه مشرط افتح رجليه طلع البرغوطة طب اسيبه كده لأ شوية ايوديم بقى انتي سابتك انتي سابتك يعني مطهر مميم انتي سابتك ويلفله صباعه بالشاش يبقى انتي سابتك درسنج حطله انتي بايوتكس ياريت ليه علشان اي حاجة فتح في الجلد او قطع في الجلد سهل او يحصل عليه ساكندري باكتيريا الانفاكشن الباكتيريا دي متوحشة الباكتيريا بتستنى اي فرصة علشان ايه تدخل جوه الجلد او تدخل جوه الجسم فالبنئة ده المما بيشتكي من اي حاجة باكتيريا الفيرل بروتوزول اي ديزيز فيه او منع تطقع الباكتيريا ما بتصدق خلاص فاي حاجة زي دي سهل او يحصل عليها ساكندري باكتيريا الانفاكشن يبقى انا هحطله انتي بايوتكس خلاص يبقى انا هحشله البرغوتا وهطهرله وهحطله شاش وهحطله انتي سابتك وهحطله انتي بايوتكس طيب لو قالك نعمل كنترول الديزيز ده ازاي يلبسه الجسم يا جماعة ياريت ما نمشيش حافين خلاص يبقى ياريت ما تمشيش حافي علشان التنجة بنترانز ما تخرمش جلده كنترول وفليز انا اخدنا كم نوع من الفلي مش قلنا فيه واحدة بتحب البني آدم واحدة بتحب القطة والكلب واحدة بتحب الفران طيب اللي بتحب البني آدم اتفقنا ان هي بتحط عيالها فين تحت السجادة يبقى انا هرش على السجادة خلاص يبقى هرش على السجادة وتحت السجادة اول حاجة علشان تشفط الاجز واللارفي بتاعة البرغوطة طب الدوج والكات هرش عليهم خلاص يبقى انا هرش على القطط والكلاب وهرش على الاماكن اللي هم عادين فيها طب الفران هرش عليهم هشوف جحور الفران فين واروح رش عليها ايه مبيد للبرغيت طب ما موتهم احسن يا ريت والله نخلص كمان من الفران يبقى انا استخدم ايه بدل ما استخدم انساكتي سايد استخدم رودينتي سايد رودينتي سايد ده حاجة بتموت الفران زي عندك في الكتاب حاجة اسمها وارفارين ايه الوارفارين ده هتاخده في الفارما بعد كده الدوة ده بيعمل هيموليسس بيخلي الدم ما يتجلطش تمام فهو حتى الدوة ده احنا بنستخدمه لي نحنا كماني قدمين كأنتيكو اجلنت ممكن استخدمه بقى مع الفران فيخلي الدم بتاعهم ما يتجلطش فينزفهم كل حتة ويموتوا فاستخدم رودينتي سايد او مبيد للفقران زي الوارفارين طيب الشيس بقى او المراكب اللي جاية من حتة فيها فران لازم تتعرض لكارنتين حجر صحي خلاص يبال لازم تقعد في الحجر الصحي على ما ايه على ما اعمل فيوميجيشن دستنج يعني ارش على شنقة للفران اللي موجودة جوا المركب دي يبال الشيبس اللي جاية من حتة بعيدة من العالم او حتة كتيرة من العالم لازم تقعد في الحجر الصحي كمي يوم على ما روش الفران اللي فيه شكرا